اشتركوا في القناة 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 قلت على الفقية بحالكا قربت لي ونعطي لهذا الوايص ضربه وحيا ضربته وربست حويجيالي معولا الله الدرك يدوني لكن الله تعالى استخوه حفظ الله تعالى استرنا الله بجوج إياه ودى للمغرب مشيت للجامعة قلت أنا الآن جيغا دي لقى السيدة بقى هو صافر أنا معولا الليلة يدوني جذر مياه الليلة لقيتوا واقف ولكن ما يتحركش على واقف شوية دك يمشي تنملة كي يدير بحركة على بحركة يمتلك يمشي بقى مشكل عقل شوية بدك يمشي واجي خرج ولكن واحد وقيتها ما تلش بيواجهني هنا ولكن يمشي للجامعة هلاء الحياة في الجامعة الحياة غدارين أحد الحياة ضربني أمو بزرواطة والله لأخليتها فيه أنا باش نقرب معك نقرب معك الصورة لأمور كلها عارفة قلت لي قبل من الرمضان كان مزيان هاد مزيان كديره وش سنين وهو مزيان مياه في المياه ولا كل مرات يخرج بأنه السيد متعقلش كدير باش نستفهم هذا من يجبنا من المولاي رشيد اللي هنا الحمد لله تقاد مع البراء ومع الدواء وذلك الشي دبع الحمد لله ما كانش تسخر ليك ما كان يجب تلحل دبعا يتسخر ليك يجبك البوطة يجبك يجبك الصخرة ويردك الصرفة السؤال تاني اللي عندي معك دبها هاد المودة كلها اللي كدقولي هوا مزيان شحال هذه معمور در شي حاجة خيبة باش تأكدتها بالله مزيان ولا فأي لحظة يقدر ما يقولش دواء دير شي حاجة اخرى من يجينا من المولاي رشيد ومتبع مود دواء دماما الحمد لله ها الحمد لله هاد الساعة الحمد لله اما هو في هاداك شي دالتا هو اثميته كثار من هاداك شكرا لك كينا شي اضافة عندك على أخوك صلح دي قلتي لي قتل الوالد من فشهوله مجاد تقريبا من لي قالك من جينا محمل ورشيد ردب ازيالش خمس سور غادة في خمس سور صحيحة عباشوا ولا صالح بحل ماكا من قبل من خمس سور لا ما كان صالح كان غفالة الخمس سور ما عمروا خرج لكم شي مشكل ولا كي خرج للزنقى ودير شي مشكل لا ما نكتبش بي خير تقريبا دباشي خمس سور قبل من الخمس سور ركعت الغفالة كي باي كي يسلق دي وكحل ومسخ والدن مسخة وعلى اللي شافوا يبكي ولا كي من الخمس سور داتوا جابولي يعطوه البرا وبعتلي البرا ورادفتلي البرا وشدوه وعطوها البرا وعطوها حدوه ذاك شي أقول له كي يبكي ولا صالح هذا ما بغيره ما هذا هذا ب شدوه ما ادرش لي كابتاله شدوه 28 يوم اقول له هجي هجي ومليك تقول له بغادة دي دي ومليك اعش قال له وعدة قوله رات تقام عليك ربعة فريل الليلة رات تسعين فريل تسعين فريل أوي يا مسمشي بس طاعتها تسعين فريل وملي جابتال الليلة اللي يكرر العضراء يسلم عليها يسلم عليها يقول لها تريح الموضوع الطارق قم بولا موقوتا صلاح الدين مشاهدنا الكرام سوف نحاول مع صلاح الدين واذا يتجاوب معنا نشوفه معايا الحمد لله ما هي الصحيحة صلاح الدين مزيان لدينا مرضى الثاني لدي مرضى الثاني صعب لدينا مرضى الثاني لدينا مرضى الثاني مرضى الثاني صعب كنت أكل الدوة؟ لدينا مرضى الثاني ما هي الصلاح الدين زوينين بغيت تديرهم بغيت تعيش فيهم ترجع للخدمة تديرت عائلة وتزواج وتدير ولدات ما هي التي تتمنى؟ كنت أتمنى أن نخدمهم في المستقبل يتزوجوا ونزوجوا لدينا هذا مكان ماذا تديرك؟ في هذا الشيء يتدير طريق نشوفه معايا ما هو إيجابي وما هو وسيل طريق كنت أتشوف هذا الشيء يتدير كيف تشوف هذا الشيء يتديرك؟ كيف تناحظ ما أقول كيف تشوف هذا الشيء نشوف يتجدير يتزوجه هكذا تتجي mre بس ستجي أو بذكرتها وكانت عائلة وكانت فقط وكنت الان تشوف وكانت مرحلة وكانت مرحلة في السبطار سبطار ستجيو ثمية سنة تنوب وكانت أدير تنوب عادة تلقعوه وما وش هادينو بزا شدغيش شدوش ويضا شدوش منيجه تمنيجه يوم شدوه وطلقعوه كيفاش كيبالك انت اذك شي لك انت كدير شحال هادة خيب عاقل الاشي حاجة خيبك تكديره اه رطعت البوتو بست كابلي هي دوش الخيبه صار كيبالك ذك شي خيب اه اه انتحارها خيب ولك يؤدي إرجاعهم انتحار يؤدي إرجاعهم الله يشافك يا ربي يا ربي تشافك اقول امين اللهم امين مشاهدين الكرام حاولت ما امكن انني نجري شي بحوار معه صلاح الدين طريقة الاجوبة دياله بشكل تلقائي موضوعية وفي نفس السياق ديال السؤال وهذا شيء يتلج الصدر مشاهدين الكرام اللي تنوي الرأي العام اكتر في الموضوع غدي نعود الخلاصة للموضوع بصفة عامة طريق صلاح الدين في الوقت اللي كانوا في الندراسة بالضبط في الاعداد تناولوا مادة مخضرة ما يصطلح عليها بالمعجون غيرت لهم الحياة اللي ما هو اسوأ بين الدرفية ديال السين ديال التمدرس اللي وقعت الواقع الآن حوالي عشرين أو اتنين وعشرين سانة العائلة في الجحيم مشاهدين الكرام خطوات ايجابية الاولى مع صلاح الدين بدايات انه بداية انه ديال التطبيب دياله بدت بمرحلة ممنهجة وعطات لأوكل جالة وحاليا تيتشافها الا ان طريق موضوع النقاش قم بولا موقوتا والغريب والغريب في الموضوع كما شدوا معنا في الفيديو السابق انه او تطبيب او تطبيب كيعطوهم طريق مشاهدين الكرام النداء لكل المتدخلين في الموضوع من أجل الإسهام في الحد من الآفات اللي يستر اللي تقدر توقعها فرضود الفعل ديالتاريق اللي يعتبر بالنسبة للعائلة قم بولا موقوتا الأب كان واضح معنا في الفيديو السابق الآن تكلمنا على صلاح الدين وفي الأخير نحن نعتبر على الملف وسوف نوافكم دائما بالجديد مرة أخرى شكر الجزيل صراحة المهم اللي يقوم بيا رجال الدارك وكذلك السلطات المحلية القائد والأعوان من أجل الحماية للساكنة والعائلة إلا أن موضوع النقاش هو المستشفى المختص اللي يديولي طريق تطلبوا منهم أموال يؤديوها وهم عائلة فقيرة على كدل حال والإشكال الثاني أنه يخرجوا بقرار تقولوا مرة صح وهو ما صحش مشاهدين الكرام تعليق المواطن شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر